السلام عليكم كديرين أشياء خباركم كدير أموركم تمنى تكونوا لباسوا في أحسن الأحوال كديرين مع سيدنا رمضان ياب تتقبلين فيه ويتقبلين ليلة القدر إن شاء الله والجميع الأمة الإسلامية وحنا على أبواب العيد أقدر حتى معكم حبيت أنني ندير معكم هذه الحليوة هذه السالة السالة لما كانت تحتاجين للطياب ولا تلاشي حاجة ما قادير ليمتوفرة ورخيصة ماشي غالية كيمكن لأي واحد جيرا وكتعطينا واحد الكيمية ليه كبيرة حليوة غزالة صراحة لأول مرة يشاهد قناتي كانت منى أنك تشترك في القناة تدعمني بزر إيش بزر لايك وضغط على الجرس باش يوصلك كل جديد والناس اللي قدامين معايا شكرا أخيرا نزيل على المتابعة لكم وأتمنى لا تنسوا ليش لايك كما قدروا حليوة ليزويون غزالة ونجزي بنينة تعجب الكبار وصغار أتمنى أي واحد يجربها بالنسبة المقادر اللي أنا احتاجتها هنا لدينا هنا شوكلاة ديال غالا شوكلاة البيض عندي هنا نسكيلو ديال شوكلاة البيض ديال غالا عندي هنا واحد طريفتها ديال شوكلاة اللي هو أسود غير غاش نحصل على واحد اللون اللي هو مميز بنسبة لدي الحلوة سابلي 250 جرام ثلاثة ديال الباكيات ثلاثة ديال الباكيات نيسلي حليب المركز المحلال سوف نحول الكاراميل إذا أردت الكاراميل فأنا طيبة الكوكوت وحصلت على الكاراميل هنا سكيلو ديال الكوكاو اللي أنا قرملته هذا بدون قشرة إذا أردت المقادر اللي حبيته لدي المقادر اللي أنا أحتاجتها أول حاجة أنا اللي درت سوف ندوه بهذا الشوكولات هذا ديال القالة اللي نوعية كاد تكون ديال تزويونا سوف ندروه في الباماغي إذا أردت نسكيلو ديال الشوكولات اللي هو بيض وزدت علي هذة طريفات هذة ديال الكحل لكي يعطوني واحد اللوين اللي هو رائع في حمام مريم كم ذاك نحرقه سوف نجد القوالب ديال السيليكون لكي نقفها هذا الخاليط هذا اللون بني فاتيح قري يعني واحد اللون رمادي بزوين بزاف إذا كم ذاك نعمر هذا القوالب ديال السيليكون بالشوكولات كندير تقريبا ثلاث وكنخلي ثلاثين الحشوة اللي غادي نقدها معاكم إذا كم ذاك نعمر كنخبطهم حلاكة وغادي ندخلهم الكنجلاتور إلا ما تفرش عندكم بسكويت قوالب ديال السيليكون فغادي ندخلهم بسكويت من بعد ما تحنته نلتهم جيدا و الكوكاو طحنته سوف نخلطهم بجوج أحضر هذا الحلوة التي يزوينا بزاف طبقة ثانية خلط البيسكوي و اخلط مع الكوكاو عندي تقريبا 250 جرام يعني واحد مائتين و كما قلت لكم راني نقص من مائتين وخمسين شلاتة البيسكويات غادي تكون شي مائتين وثلاثين جرام يعني ثلاثة ديال الباكيات ديال البيسكوي كبارين نقص واحد ثلاثة البيسكويات سفي طحنتهم و مائون سكيلوا ديال الكوكاو اللي انا قلته في الزيت ممكن لكم الكوكاو غير الدهنو بشيت الزيت و دخلوا الفران ها هو عندنا الكراميل من بعد ما طيبت هذك نيسلي اعطالي الكراميل طيب تساعف الكوكوت في اعطالي نيسلي اه صفي كنخلط كنجمع بهم يعني ما كنحتاجو شي مقادر لي كثيرة صفي غير الكوكاو والبيسكوي و نيسلي هو اللي كنجمع بيه كما قلت كنجمع اذا انا غادي نحيض هذا المغرفة هذي و غادي نزير بيديه باش كينجمع ليا الخالط مزيان دركت الدر راسياكان شرورو و خلق Little ديال الكراميل اذا قد قد getting علبة يا prospect فاذا عن المقدير اللي كنت لكم تحرك حتى ان تجملها تماما كان عقضة مع الكوكاو و دidelity مرحلة و سهلة يحمق عليها الصغار و أضع القبار رائع جدا بعد اخرج القوالي من الكنجلاتور بردلية الشكلات بردلية لقد أخذت الخليط الشكلات بردلية نضغط بحلكة كويرات نضغط بحلك الشكل نضغط بحل هذا الشكل نضغط بحل هذا الشكل و نضغط بحل الأشياء و سنعود لدخلهم المجمد كما قلت لكم الاختار القوالي سوف ينضغط أولا الشكل و غير صغير و تضغط و من بعدها تعود تقبوا الشكلات الاختار القوالي الملابس سوف تضغط هذه الحشوة للطبقة الثانية و تعودتكم بفقها لكي يجيكم طبقتين من الشوكولات والفلوس الجيه إذن اللي عنده هاد القوالي برا غيدير نفس هاد الشيئ أنا ليدرت رائع في كل تالحالات إذن هنتم اكتشوفوا معي يعني هانتما الشكل الثاني كنديرو كويرات و كندك نضغط هكا كندغطوهم بزيان بشك يدخلو مزيان هانتما كويرات هاد المقهدين راح طوليه واحد الكيميا اللي هي كبيرة جات رائعة صراحة كنتمنى انكم تجربوها إذا كمكتلكم عدتني تقريبا ثمانين حبا ثمانين حبا دي لهاد الحلوه هادي هانتما كما كنتشوفو من بعد ما دخلتهم المجميد مرة ثانية مني نعمرتهم بديك الطبقة الثانية دخلتهم المجميد باش كينساجموا مع بعضياتهم و كيلسقوا صفي دابا كنخرجهم عاود كنخرجهم هانتما شوف الشكل دي لاشحة الغزال رائع جدا و ناجحة مليون في المئة إذا انتم ما كنخرجها بحال هاد الشكل هادا كنخرج صفي و دا بغاد نمر المرحلة ديال تزيين انتم كما كنتشوفو الطبقتين اللون اللي هو رائع كما كنت لكم فاش كان نخلطو ذاك البيض مع ذاك شوية ديال شوكولاتة السوداء كدعطينا واحد اللون قريب حلاوة يعني لو اللي هو مميز و مختلف يعني حلوة زوينة و سهلة و قد تحضر يعني في وقت واجيز جدا ما قد تحتاجش من التعاب او للطياب ديال الفران او لاتشي حاجة بحلويات اللي هي باردة و بطبيعة الحال منين تحضروا هاد الحلوة هادا فضرورو غادي تديروها في شبواتة و تديروها في الكنجلاتور لان فيها الشوكولات و دابا الحال بدأي كيس خن شوية باش ما يتسيح ليكم شو تخسر ليكم ضروري باش تخليوها في الكنجلاتور اللوقيت اللي يزبغي تحطوها غادي تجبدوها و غادي تحتوها يعني تخليو ديمة البوطة ديالكم في الكنجلاتور اذا با قد نمر لها ديال الحشوة اللي غادي نزينها اذا نغد ندير نالي ثلاثة ديال معلقات ديال العسل العسل اللي هو مزيان نوعية جيدة كنديرو على النار غير كيبدأ كيسخلية يعني كيبدأ كيدوب و كنزيد عليه هاد طريفات هادو ديال الشوكولاتة قريبا عندي ستحت سبع ديال الحبيبات ديال الشوكولاتة اللي هي قالة باش نحصل على واحد الزين اللي هو كي يشبه الكاراميل يعني كيجي كاراميلي مكرمل يعني كيجي زوين هاد شكلي بحال كاراميل كيجي هو مقدنه غير من العسل ومن الشوكولاتة البيضاء كيجي زوينه طفي كمدا كندوب هكا فوق النار غير كيدوبوا ليه كندفي النار مباشرة و غادي نبدأ باش غادي نبدأ الزين ديالي اذا هنتم كيف ما كتشوفو ديال الشكل دياله هو هذا عندي هاد الحبيبات هادو راكي يتبعوا موجودين انا اختارت باناني نزين بهم اللي توفر عندكم ما توفرش غا تحكو شوية ديال الشوكولات و تزينو به او للفيرميسيل شوكولات ديال الفيرميسيل زينو بهم اللي توفر انا كانو عندي هادو اذا كان ناخد هاد الجايب الحلواني بحلاكة وكنكوفي هاداك الخاليط اللي درت اللي وكن ما كتلكم بحال كاراميل كيجي شكل دياله اللي توفرش عندكم هاد الجايب هادا فغا تاخدو شي بلاستيكة عادية وتكبو فيها بلاستيكة عادية وغا تقطعو التحت عليك هاد المثلات هادا غا تقطعو بالمقص باش كتجيكم ساهلا اذا دا بغا تنبدأ كنعمر انا داك هادو كل الوسط الى هاد الحليوات هنتم كما كتشوفو بحال هكا كنبقى كنعمر 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 انت شكلي هو سريع وساهل ازبوا وكتجي حلوة اللي هي راقية صراحة كما قلت لكم هاد شي باش كنعمر اني دارت ثلاثة ديال معالق ديال العسل اللي هو زوي ون نوعية جيدة وزيت عليه طريفات هاد ديال الشوكولات البيضاء اعطت لي واحد الكريمة اللي هي شبيهة بالكاراميل كتجيزوينة وكتلصق صفي هنا يا غا تنبدأ كنعمر 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 حتى كنكمل هاد الشقال اللي عندي كامل صفي بحال هاد الشكل صفي وغا تنبدأ كنزين بهذه الحبيبات عندي هاد النوعادة اللي هو على شكل النجيمات وعندي النوع الثاني اللي هو على شكل حبيبات اللي انا درت قريبا انا درت كوشي عجبني ديال الحبيبات يعني الحبيبات كلكم تزينوا باشكال يمتنوعة اذا الناس اللي كيبيعوا الاشياء الخاصة بالحلويات فعندهم انواع متعددة إلا ما توفر شاي ديرو غير شوكولات حكوه حكو في الحكاكة الرقيقة وديروه او لا ديرو الشوكولاتة المهم لتوفر لي كاين را كدشي غزالة وزويوناه انتو ما كفما كتشوفو جا واحد اللون اللي هو رائع يعنا هاد الحلوة الطبقة فيها المابي اللبني يعني اصفر يعني جا زي تزويوناه انا عجبتني إذا انتو ما كفما كتتلاحظو هادي غنزيد لي حتى هي شوية أصفر إذا كتزين انتو ما اختيارتكم اللي بغيتو إذا هذا هو الشكل ديالها صافي كنبقى كندير كنستمر حتى كنكملها كلها وكنناخد قويغطات اليوم كيتباعوا ديال حلوة وكنديرها فص منهم باش كاسبقالية كلها حلوة شادف بليستها سافي اذا شكل نهائي ديال الحلوة ديالنا وهذا كدير رائع ورائع جدا زوينة لديدة سهلة راقية من حلويات الراقية اللي يمكنك ديروها في الأعياد ديالكم وحتى في المناسبات ديالكم إلا كان عندكم مناسبة ديروها بتحمرت الوجه رائعة كنتمنا أنكم تشجعوني وأنكم تبرتجيو هاد القناة وتبرتجيو هاد الوصفة في مواقع التواصل الاجتماعي ومع عائلتكم وشكرا جزيلا للمتابعة ومرحبا بكم في قناة ليلة مراكشية وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفة جديدة إلى اللقاء